بسم الله الرحمن الرحيم كنز عظيم من كدوث السنة فضل عظيم لسورة الكوثر روى الإمام الديلمي في مسند الفردوس وأيضا في ظهرة الفردوس من حديث أبي قرصافة عجت إن أعطيناك الكوثر إلى رب العالمين سبحانه وتعالى وقالت إن أمة محمد يقلون قراءتي ولا يقرؤوني فقال سبحانه وتعالى وعزتي وجلالي وارتفاعي في مكاني لا يقرأك أحد إيمانا واحتسابا إلا غفرت له على ما فيه وأسكنته حضيرة قدسي وأسكنته حضيرة قدسي يعني رب العالمين سبحانه وتعالى عندما عجت عجت يعني اشتكت اشتكت سورة الكوثر من قلة قراءة المسلمين لها فأقسم الله تعالى بعزتي وجلالي أنه من يقرأها إيمانا واحتسابا محتسبا للأجر وعشان كلا أقول لهم هذا الحديث غفر الله تعالى على ما كان عليه من ذنوب وأسكنه حضيرة القدس وحضيرة القدس هذا هذه ممتازة هو أهل الجنة كما جاء في الحديث اللي أقولتوا لحضراتكم اللي بيقتصد في ماء الوضوء والغسل اقتصاد شديد الرسول قال الوضوء مد والغسل صاع الرسول العسام كان بيقتصد بصفيحة والوضوء مد وقالتوا لحضراتكم فتحوا صرصوب مية صغير أو نازل يعني أنا بعمل كده وأنا بأخذ شوية في إيدي وأقفل الحال فيها تاني وأمسح الأوضو أنا أفتح نفية تاني وأمسح شعري وما أخذش ماء أمسح بها وداني لا الماء اللي أمسحت بها شعري أمسح الأوضو وأمسح الرقبتين عمل بهذا الحديث أنه الوضوء مد والغسل صاع وسأتي أقوام من بعد أو من بعدكم الرسول بقول للصحابة يستقلون ذلك أولئك ليسوا على سنتي والمتمسك بسنتي معي في حضيرة القدس قال رسول الله مع حضيرة القدس قال منتزه أهل الجنة فهي دي يضي حضيرة القدس هنا بقى الرسول في الحديث ده بيقول لي بيقول لي صورة الكوسر عندما عجت واشتكت رب العمي سبحانه وتعالى وعزتي وجلالي وارتفاعي مكاني لا يقرأك أحد إيمانا واحتسابا إيمانا واحتسابا يكون عارف السواب يحتسب لك إلا غفرت له على ما كان فيه وأسكنته حضيرة قدسي فالحديث في فضاء الأعمال نرجو من الله سبحانه أن يكون صحيحا إن شاء الله ونحتسب هذا الأجر على على ما في الحديث فمن أراد أن يعمل بهذا الحديث أو يحتسب بهذا الأجر فله ذلك من أراد من يرد هو حر لكن أنا أقول هذا الفضل لأن أحتسب هذا الأجر ونحن نقرأ هذه السورة لعل هذا السواب يكون في موازيننا أو تكون سببا في غفران الموازين وفي رفع الدرجات فأنا أكتب لكم الحديث في وصف الفيديو ونسخوا هذا الكلام ونشهوه 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 أقول قول هذا استخدام الله لولا